اشتركوا في القناة مصابون جراء الحرب الا ان شح الامكانيات وافتقار المركز لابسط مواده التشغيلية حال دون استمراره 270 مريضا يتلقون العلاج بشكل دائم يعانون اليوم من انتكاسة صحية عقب تعليق العمل في المركز بسبب عرقلة الدعم رغم المطالبات باعادة فتحه وترتيب ما يلزم لضمان استمرار عمله مراسلات ومناشدات لوزارة الصحة ووزير الادارة المحلية ومحافظ تاعز قبل تعليق عمل المركز كانت محاولات لانقاذه من الاغلاق لكنها للاسف باءت بالفشل تتحدث هذه المراسلات عن ارتفاع ملحوظ لمصابي الصرع بتاعز وعن مخاطر توقف المركز وطلب التدخل العاجل لمنع توقفه في شهر مايو الماضي عقد المؤتمر الصحفي الاول لتوضيح ما آلت اليه اوضاع المركز الذي يقدم خدمات التشخيصية والعلاجية المجانية لمرضى الصرع منذ افتتاحه وبعده عقد اكثر من مؤتمر ورفع اكثر من خطاب شهر ونصف على توقف الخدمات لكن ما هو اسوأ من ذلك هو مطالبة المركز بتسليم الجهاز الخاص بتخطيط الدماغ اذ تقول هذه الوثائق ان على المركز تسليم الجهاز تحت مبرر تعليق عمله وهذا لا يعنس الاغلاق النهائي للمركز الوحيد في محافظة تعز الجهاز يقدم خدمات مجانية بينما كلفته بهضة في الاماكن الاخرى ورغم انه تم اعتماد الدعم للمركز كما تشير مصادر مسؤولة الا ان هذا الدعم توقف وحيل دون وصوله للمركز لأسباب مجهولة وهو الامر الذي يفتح الباب امام تساؤلات كثيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر